شفتوا إزاي لما إسامريا تقابلت مع الرب يسوع المسيح وإزاي في الأول استخدمت أليات دفاعية وإنها كانت حفظة شوية أوالب ومعادلات دينية ما كانش تشبيحها أبداً التدين عمرو ما بيشبع يسوع بس اللي بيشبيح وبمجرد ما يسوع اخترق شريتها الدينية دية دخلت جوة القرية تشهد عن يسوع تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا كل اللي قالتوا تعالوا شوفوا إزاي الرب ما حاولش يتفلسف عليها ولا حاول يبهرها بمعرفته العميقة اللي كانتها تخبل عقلها خالص ما حاولش يديها بعض النصايح النفسية ما تكبرش عليها بمنصبه ولا حاول يحلل حالتها الاجتماعية ما حاولش أي حاجة من الحاجات دي أبداً أبداً بالعكس بمحبة حط صباعه على مصدر ألمها وبكل قراته عايز يشفي الألم ده يسوع كان عارف إن الست دي كانت تعتبر شخص منبوز في قريتها ما حاولش يزود ألمها ما حاولش يحرجها ويعيرها أبداً كفاية اللي هي فيه أصلاً آه لكنه ساعة إنه يحررها من مصدر ألمها ساعة إنه ينقذها من جوهر حزنها وعذابها ساعة إنه يشفيها من كل معاناة وغم هو ساعة إنه يساعدها تواجه المشكلة المركزية اللي في حياتها بنلاقي الكتاب واضح جداً الفداء الحقيقي عشان يحصل في حياة أي حد في خطوطين في توبة وفي تزديق